شنزان أمس التقى أيضاً بالجلية الجزائرية بالصين أجرى أيضاً حواراً مع قناة سي سي تي في الصينية نستمع لهذه التصريحات تعبر عن شعور الحقيقي لكل جزائريات والجزائرين فيما يخص دولة الصين العظيمة التي انطلقت من شبه السفر وصلت اليوم الجزائر كانت محتلة لمدة قرنه 32 سنة بعد استقلالنا انطلقنا من السفر وجدنا دول صديقة مثل الصين اللي ساعدتنا في المسيرة التنموية للجزائر والتحرورية واليوم نفس الشي بالنسبة لإفريقيا والجزائر بالنسبة لفقرية مثل الصين بالنسبة لعالم واذا كعلاش عبرت بالتعبير هذا أمام الرئيس سي جينك بين